قالوا إنها وصلت إلى الأرض عبر نيزك قبل أكثر من ملياري سنة وأبهرت كل من رآها إنها أكبر ألماسة في العالم ويتم عرضها للبيع في لندن بسعر خيالي فأين وجدت وكم يبلغ سعرها هذا ما سنكشفه لكم في سياق التقرير التالي تابعونا معكم رائد حاكم أهلا بكم قالت صحيفة الطيم البريطانية أن أكبر ألماسة سوداء في العالم لها خمسة وخمسين وجه وجاءت من خارج الأرض ستطرح للبيع في لندن وتفتح المزايدة أبوابها الجمعة الثامن والعشرين من يناير لعام الفين اثنين وعشرين فيما من المتوقع أن يباع الحجر الذي يبلغ وزنه خمسمائة وخمسة وخمسين قيرات ويطلق عليه اسم إنيجما مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني أي ما يعادل ستة فاصل سبعة مليون دولار أمريكي بحسب ما قالت الصحيفة الألماسة النادرة عثر عليها في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى وهي جزء من نيزك ضرب الأرض منذ أكثر من اثنين مليار سنة وتتلون بآثار عناصر أخرى وليس لدى الشركة التي أعلنت عن المزاد أي التفاصيل عن اكتشاف الحجر لكنها تقول إنه مسجل لدى الخبراء وعرضت أكبر ماسة مقطوعة ذات لون أسود طبيعيا في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين السابع عشر من يناير لعام الفين اثنين وعشرين قبل طرحها للبيع فيما يتوقع يصل سعرها إلى ستة ملايين دولار ويعتقد أن الماسة السوداء النادرة والتي يطلق عليها اسم إنجمة لغز وتكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من اثنين مليار عام كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوزبيز للمازادات صوفي ستيفنز هذه الماسة التي يبلغ وزنها خمسمائة وخمسة وخمسين قرات لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عاما الماضية لكن خبراء حولوها إلى جوهرة ذات خمسة وخمسين وجه وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أما تصميمها فيستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الأوسط الخمسة أو الكف وقالت ستيفنز عن هذه الجوهرة المدرجة في موسوعة جينيس كأكبر ماسة مقطوعة في العالم إنها مختلفة جدا وبعد عرضها في دبي تم نقل إنجمة لتعرض في لوسانجلوس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت في الثالث من فبراير لعام 2022 ولمدة سبعة أيام واستيفنز أشارت إلى أن الألماسة التي تم إطلاق عليها عجيبة كونية قد تذهب إلى مزايد بعملة البيتكوين موضحة نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى والعام الماضي بيعت في هونج كونج ألماسة تحمل اسم كي مقابل 12.3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة وفي العام الماضي تم شراء الماسة على شكل كوميثرة وزنها 101.38 قرات تسمى المفتاح مقابل 12.3 مليون دولار وتم دفعها مقابل استخدام عملة مشفرة مما جعلها أغلى قطعة مجوهرات تم بيعها على الإطلاق عبر عملة مشفرة حتى الآن وأخيرا يبلغ عدد الأحجار الكريمة التي اكتشفها الإنسان حتى اللحظة أكثر من 4000 نوع ويتم تحديد قيمتها من خلال مكوناتها الفيزيائية والكيميائية إلى جانب الظروف الطبيعية التي أدت إلى تكوينها ومنها الألماس والياقوت والزمرد والمرجان والأبال والعقيق نشكر لحضراتكم طيب المتابعة كنت أنا معكم رائد حكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر